كنقلك جماعية نامية شو يعرف عليها يا ميد الحمامي؟ اللي نعرف اللي جامعية مرتبطة بحركة النهضة وفي الدومين تعريجة لعمال هكا البزنس الحاجة تلك جماعية نامية تعرفت في الأول بأنها جامعية خيرية لأنه انهار الـ 22 سبا وعشرين جواناً فين واثنين واثنين وعشرين أذينت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استناداً على نتياج لبحاث المجرات لدى وحدة مكافحة الإرهاب بوشوشة فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين في جماعية نامية الخيرية من أجل جراءة متعلقة بتبيض الأموال غسل الأموال ولها علاقات بتمويل عناصر إرهابية داخل وخارج تراب الجمهورية البارح تصرح الناتقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب السيدة حانين قديس أنه جماعية حصلت بين 2021 و2021 على عشرين مليار تقريباً وهناك شبهة تبيض أموال ما عندكش هل وانت كنت من بين السفوف نعم مع المسائل دي ما ندخلش فيها بالكل وذاك علاش الحمد لله نجحت في مسيرتي السياسية أبداً ما عندش بها حتى علاقة وأرقام ما هو لقاعد نسمع فيها اليوم نسمعت مثلاً المحامي العدل دعديع كان الدخل في جوهره فيهم السباح وكان حكيه على أنه العدل دعديع أعطاه معطيات مهمة وخطيرة أنه الأستاذ سيفيدين الكبسي قال أنه منوبه عدل دعديع كشف عديد الحقائق والمعطيات اللي يصفها بالخطيرة حتى تنجم تهدد سلامته الجسدية وتوصل حتى تهديده وتلبله الحماية تتعلق بقياداتنا هذوية من الصف الأول من بينها رئيس الحركة وأسامي نافذة في الحركة هو المحامي يحضر في الاستجواب كيدر أو يعرف خطورة المعطيات أنا على كل حال ما هيش أول مرة ما نعلقش على السير الملافات القضائية ولكن أدعو أنه القضاء ياخذ مجرعه وأنه اللي عمل الحاجة يخلص اللي عمل الحاجة في حق تونس أين كان الموقع متاعه السابق في الدولة ولا في حزب ولا في الحياة العامة ولا غيره معناها يكفي من الأفلات من العقاء إخبار إيقاف حمادي جبالي مثلاً كان مفاجأ بالنسبة ليك ولا منتظر؟ مفاجأ مفاجأ حقيقة يعني حقيقة مفاجأ اللي نعرفه حمادي جبالي من تقريب من 2013 بعد على حركة النهضة بشكل رسمي وما كانش فهمة معناها نقوله إحنا حتى علاقة في الشي اللي نعرفه وعنده كل اللاتوليين متاع الألومنيوم مع عمري ما مشيت لي ولا شفته ولكن نسمع به اليوم حمادي جبالي في حال تصراح بملف تبي لكن سيمثل كمتهم حقيقة أنا متفاجأ من الموضوع هذا يعني جمعيتنا ما سمعت بها معناها نكذب لو كان قول ما نعرفهاش ولا ما في بنيش بها أنه إذا كان فهمة تحويلات مالية بهذا الحجم إذا كان فهمة معناها أسماء القضاء معناها عنده الإثباتات متاحة عادل دعدية ما كانش من القيادات الكبرى ذهلي ولا ما كنتوش في نفس المرتبة في الحركة معناها مش نفس الدور معناها حنا فهمة حاجة نقولك حاجة يمتلك المعلومة عادل دعدية اللي قالها سياسة وليوم أنا قاعدين نكتشفوا أو على الأقل التوانسة قاعدين نكتشفوا اللي فهمة ملفات أخرى أنا نقول القضايا يجب أن يأخذ مجرعا كون يشرف عليه سنكيميتاج هذا في من بليزير؟ هذا رجل غنوشي هو اللي شرف عليه تعرئيس الحركة اليوم فهمة ثمانية أشخاص في حالة احتفاظ من بينهم القيادة بحركة النهضة وفهمة شكول مزال في حالة فرار كموعاث مثلا الغنوشي بالرجل الغنوشي فهمة إذن بالتفتيش علي بتهمة القضية فهمة أخبار تقول أنه خارج حدود الوطن نخرج وليم عندك معطيين حتى معلومة معني أنا نجي من أكدولك ساعات فهمة حاجات قاسية على النفس معني ساعات فهمة حتى وشكون يتوفى شكون كذا أنا قطعت علاقتي تماما بالنهضة وبالنهضة وين قدت روحي مجبور باش ناخد القرار هذا لمصلحة تونس وباش واحد يمشي وهديك ساع للنفس كل ساعاته أي معني تقوى على روحك باش متسقلش عليهم باش متزش تليفون مع كامل أسف معناها أنا أخذت قرار هذا بشكل معناها بشكل قلوح نصارم وبطريقة لا رجعة فيها وانتمنى الخير لكل التونسيين بالنسبة ليا في الموضوع عداية محمد وحتى للسادة المستمعين وزادة للقايمين على الأمر يزم القضاء يأخذ مجرعه وما فهم حتى واحد على راسوريشا واللي عمل يلزم يخلص وما يزمش يكون فهم ضغط على القضاء لا لتوريد هذا الشخص ولا لإبعاد ذلك الشخص لأسباب صحية ولا أين كان ذكرم اللي عملت يدو يزم يخلص لازم يخلص نفوذ الحركة وامتداد الحركة خارج تونس اليوم منين تستمد قوة حركة النهضة اليوم من خارج تونس؟ والله طوه هذا شيء يعرفوه طوان سالكل معنى الزوز دولة اللي تدعم النهضة هما تركيا وقطر فما أخبار ما نعرش تأكدها ولا تنفاها أنه تركيا تتعامل رأسا مع رجل غنوشي فقط مش مع الحركة ككل معنى انفميش كيادة آخرية كيدي تشوف أنا بابزوان باش يكون عنا أخبار معنى انت كيدي تشوف تلقى مثلا حزب العدالة والتنم يعني هو الحزب الحاكم في تركيا ما عندو حتى علاقة مع حزب حركة النهضة وذاي كلام حتى قبل فما رموز معنى نهض حكاية وحتى علانه التوافق يكون بين شخصين ما عندو ان يوصل يزم توافق بين حزبين بين مؤسسات اكسترا وايضا العلاقة بين النهضة وتركيا ما فماش علاقة بين حزبين ولا بين مؤسسات ولا غيره فما علاقة كان برشل غنوشي كان برشل غنوشي حتى وقت اللي يمشي هو في التركيا يمشي وحده ما يهزش معاه قيادات وحتى وقت اللي يقابل المسؤولين كبار في أعلى هرم الدولة وحده يدخل وحده يقابلهم هذا اللي يبلغني أنا مع عمري ما سفرت معاه فهم الدكارة ما يهزكش معاه كان ما يهبش وايضا